بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفن الصناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن الحلقة بتاعتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني تريكو آلي ومحضرها لكم مادة جميلة جداً كلكم بتحبوها هي مادة التراكيب البنائية طبعاً كلكم بتحبوا المادة دي لإن بتجيبوا فيها درجات عالية يعني لو الامتحام بتاعنا أربع أسئلة بنلاقي سؤال واحد بس لنظري وبيبقى بسيط جداً يا إما أكمل يا إما صح وغلط لكن الأساس عندي هو الرسم طبعاً التعليم الفن الصناعي كله مهاراتهم إن شاء الله عالية جداً في الرسم وعلشان كده بيبقى عليهم درجات عالية جداً سواء كان رسم فني أو تراكيب بتاعت المادة بتاعتنا النهاردة مادة مستمرة معنا من سنة أولى وسنة تانية وإن شاء الله مكملة معنا سنة تالتة مادة جميلة جداً كلنا بنحبها ويبنتشوق في المذاكرة ليها لأن زي ما أنا قلت ما بتحتاجش مذاكرة كتير قد ما بتحتاج مهارة يدويه مادة التراكيب البنائية بتاعتنا بدأناها من سنة أولى وخدنا يعني إيه أقمش التريكو إن هي عبارة عن تشابك مجموعة من العراوي على هيئة أعمدة وصفوف طيب نكدق مع بعض معايا تتكون أقمش التريكو من تشابك مجموعة من العراوي على هيئة أعمدة وصفوف طيب العروة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رأس وصاق وقدم بتتشابك مع بعض لإنتاج العراوي بتاعتي اللي أنا بشتغل بيها هناخد دلوقتي أول حاجة عندي في أقمش التريكو إزاي أعرف عملية الإحلال إزاي الغرزة بتحل محل أخرى نبص مع بعض كده في الفيديو ده هلاقي عندي هنا الإبرة بدأت ترتفع لأعلى لالتقاط الخيط زي ما إحنا شايفين وبعد كده بتبدأ في النزول وقت ما بتنزل بلاقي إن الغرزة عندي بقت أسفل الليسان زي ما إحنا شايفين أهو تاني الإبرة بدأت ترتفع عندي إلى أعلى لقطت الخيط والغرزة الأديمة بدأت تنزل أسفل الليسان عشان تحل محل أخرى طيب أنا عندي في أقمش التريكو عندي الأساس عندي ثلاث حاجات كأقمش التريكو لحمة عندي الأساس بيتم على ثلاث حاجات إيه هم تريك التكوين أقمش التريكو اللحمة؟ يأم بيبقى عندي على هيئة زي ما إحنا شايفين أهي أقمش التريكو اللحمة بتاعتي يأم تصريف يأم غرزة معلقة يأم غرزة عيمة يبقى أنا الأساس عندي في أقمش التركيب البنائية يأم غرزة تصريف زي ما إحنا شايفين وظاهر قدامي دلوقتي اهي غرزة الوجه بتاعتي اهي بتتكون من الرأس والساقين وطبعا بتتشابق عن طريق القدمين دي غرزة الوجه اهي معايا لو انا بصيت هلاقي ان الغرزة اللي بالشكل اللبن دي وضحت معنا الجزء اللي فوق ده هو الرأس والجنب ده هو الساقين وطبعا القدمين اللي بيتم تشابق الغرزة بيهم طبعا لو بصينا الناحية التانية بقى هلاقي ان هي دي غرزة الظهر غرزة الظهر بتبقى على هيئة انصاف دوائر يبقى لو انا بصيت لشكل غرزة الوجه هلاقي ان هي على شكل حرف في اما الظهر على هيئة انصاف دوائر طيب تشابق الغرزة بتاعتي يا امه زي ما انا قلت يا امه عن طريق تصريف اللي هو عملية الاحلال اللي بتبدأ الابرة ترتفع فيها لمستوى يسمح لها بالتقاط خط ويسمح لها كمان ان هي تصرف الغرزة القديمة تمام دي دلوقتي قدامي الغرزة المعلقة اللي هي الاساسة عندي لو انا بصيت هلاقي ان الخيط الاخدر ده علق من فوق طيب دي لما تبقى غرزة وجه احنا شايفين لما تبقى معلقة على غرزة الوجه هتبقى بالشكل ده ولما تبقى معلقة كمان على غرزة الظهر طب معنى كلمة تعليق ايه انا عايزة اعرف من هنا يعني ايه تعليق معنى كلمة تعليق معناها ان الابرة بتطلع لمستوى يسمح لها ان هي طلقت خيط ولكن الغرزة القديمة ما بتنزلش من على اللسان اهين زي ما احنا شايفين اهين الابرة قدامي هين بتتكون من خطاف ولسان وصاق وكعب بدأت ترتفع ارتفعت لمستوى سمح لها انها لقطت خيط ولكن ما صرفتش الغرزة القديمة احتفظت بيها لمدة سطر اتنين تلاتة حسب عدد السطور اللي انا محتاجها للتعليق يعني معنى كده ان ممكن الغرزة تتعلق سطر واحد تتعلق سطرين تتعلق تلاتة وبعد كده بيتم عملية التصريف يبقى انا عندي الابرة اللي بتتكون من الخطاف واللسان والصاق بتاعي بتطلع عن طريق الكعب عن طريق كامة الصعود بتلتقط الخيط ولكن لا تصرف الغرزة القديمة ما بتعمل لها عملية احلال بتفضل محتفظة بيها لمدة سطر او سطرين زي ما احنا شايفين كده عندي بعد كده الغرزة العيمة لو انا بصيت للغرزة العيمة هلاقي ان هي عبارة عن الخيط مشي خط مستقيم مشي خط مستقيم فين في غرزة الظهر يعني انا لو بصيت هنا عند الباك هلاقيه هنا ماشي خط مستقيم لكن في غرزة الوج هلاقيه متقطع زي ما انا شايفه يبقى معنا كده الغرزة العيمة الابرة ما طلعتش اصلا من مكانها دي فضلت زي ما هي والخيط مر عليها زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي عالصورة قادي الابرة هي والخيط الاصفر ده هو الخيط العيم بتاعي نزل والابرة ما التقطتوش لان الابرة ما طلعتش من اساسه بدأت تطلع دلوقتي عشان طلقت الخيط الجديد وتعمل عملية الاحلال للغرزة القديمة اهو تمام معايا ظهر هنا قدامي اهو لو انا بصيت على الشاشة هلاقي التشريفة بتاعتي عالية جدا ده نتيجة ان الخيط مر بالعرض اهو زي ما احنا شايفين الخيط مشي بالعرض وبالتالي عملي تشريفة بتاعتي يبقى انا عندي هنا اساليب رسم الغرزة ايه هي اساليب رسم الغرزة بتاعتنا احنا بنرسم الغرزة بتاعتنا باكتر من اسلوب برسمها باسلوب رمزي يعني رمز يعبر عن الغرزة يعني لو انا قلت غرزة واجه يبقى رمزها اكس لو انا قلت غرزة ضهر يبقى رمزها او دي اسمها الرموز يبقى اول اسلوب هو الاسلوب الرمزي الأسلوب الثاني هو الأسلوب الخرائطي اللي هو خط سير الخيط اللي بتبدأ فيه الخيط يمشي على الإبر أما الأسلوب الثالث هو الأسلوب التصويري وده بيبقى التركيب النسج بتاعي أو التركيب البنائي بتاعي تحت الميكروسكوب اللي هنا عندي فيه غرزة الظهر بتبقى على هيئة أنصف دوائر وغرزة الواجهة على شكل حرف V طب إيه الأسلوب الوصفي ده؟ الأسلوب الوصفي ده اللي أنا ببدأ أوصف فيه الغرزة يبقى انا عندي كم اسلوب اللي رسم الغرزة عندي اسلوب رمزي اللي انا بعبر به بالرموز وقلت الواجه بيبقى رمزه X ويه الظهر رمزه O عندي كمان الاسلوب الخرائتي اللي هو خط تسير الخط بتاعي اللي انا بمشي به أثناء عملية التشغيل وعندي الاسلوب التصويري اللي هو تحت الميكروسكوب بتاعي اللي شكل الغرزة فيه الواجه بتبقى على هيئة حرف V ويه الظهر على هيئة أنصاف دوير طب ويهي الوصفي لفيق الغرزة بوصف فيق الغرزة بتتنكون ازاي طيب عندي بعد كده معنى كلمة تعليق فاكرين لما احنا شفنا الفيديو دلوقتي ايه اللي حصل في التعليق اللي حصل في التعليق أن الإبرة ارتفعت للمستوى سمح لها أن هي طلقت خيط ولكن لا تتم عملية الإحلال للغرزة الأديمة معنى كده أن هي ممكن تتعمل لتعليق سطر أو اتنين أو تلاتة أو اربعة حسب عدد السطور اللي انا عايزها في التعليق يبقى معنى كلمة تعليق أن الإبرة بترتفع لارتقاط الخيط ولا يتم تصريف الغرزة الأديمة حسب عدد السطور اللي انا عايزها يعني فيه بعض الغرز بتبقى تعليق سطر فيه بعض الغرز تعليق سطرين وهناخد النهاردة خلايا النحل مثلا بيبقى فيها تعليق أربع سطور وتصريف مرة واحدة طيب ده بالنسبة للتعليق عندي بعد كده أنا منهجي الترمي دوت مقسوم لحاجتين مهمين جدا هو الأجور الأجور دي عبارة عن غرزة مسقبة والجزء الثاني هو خلايا النحل عندي نوعين من خلايا النحل الخفيف والسطقيل ودي بتتم عملية تعليق ده بالإضافة كمان للتعليق على إبر الكعب الطويل والقصير على الماكينة المستطيلة لنصف جكر طيب يبقى أنا عندي أول حاجة يقصد بالأجور هو عمل إيه سكوب بالأماش عمل سكوب بالأماش حسب تصميمات يعني أنا ممكن أبقى عاملة معينات عاملة مستطيلات عاملة معينين جوا بعض يبقى أنا بعمل معامل التصميمات التصميمات دي بتبقى عبارة عن سكوب يبقى دي معنى كلمة أجور يبقى معنى كلمة أجور هو عمل سكوب بالأماش حسب التصميمات المطلوبة أنا عايزة أمحددة تصميم عندي معين او عاملة اتنين معينين داخل بعض بعملهم في شكل سكوب اهو يبقى يقصد بالاجور عمل سكوب بالقماش بس ناخد بالنا السكوب دي بتبقى على ايه على قماشة جرسية واحنا عرفنا الترم الاولاني وفي سنة اولى ان الجرسية ده بينفز على وجه واحد للمكينة ولوه وجه ولوه دهر طيب عايزين نشوف دلوقتي كده طريق التكوين غرزة الاجور بتاعتي على المكنة طيب غرزة الاجور دي طبعا لازم تكون على وجه واحد طيب احنا خدنا في سنة اولى حاجة اسمها الادوات والمعدات الملحقة بقسم التريقو فاكرينها يا طرح تمام خدنا البوانسون البوانسون ده هو اللي بيستخدم في التنقيل اليدوي واللي قدامنا دي هي عربي التنقيل الغرس طبعا كنا خدنا مع الادوات بتاعتي خدنا البوانسون خدنا الجريف خدنا التقل خدنا حامل التقل وخدنا المشت وخدنا عربة التنقيل اللي قدامي العربة دي بتساعدني في تنقيل الغرس بحيث ان انا ما نقلش يدوي لقد انا هشتغل بالعربة دي تبدأ تنقلي الغرس اللي انا عايزها بحدد بس الابر ويبزبط العربة على القدبين بتحها وبعد كده ببدأ شغل بس اهم حاجة قبل ما اشتغل بقى محددة التصميم اللي انا عايزاه بحدد العرض على المكنة بعمل التصميم اللي انا عايزاه سواء كان معين واحد او اتنين او تلاتة والفيديو دلوقتي هيزرلي تلات معينات مع بعض وبعد كده بننفذ على المكن ده شكل المكنة قدامي ودول القدبين اللي بنركبهم في العربة عشان تبدأ العربة تتحرك على المكينة دول كده القدبين ايوة القدبين المعدن بركبهم في عربة التنقيل طبعا عربة التنقيل دي غير عربة المكينة يعني دلوقتي هيبقى في الحالة دي عندي عربتين عربة المكينة اللي هي بتحمل الخط وعربة التنقيل اللي هتبدأ تساعدني فيه تنقيل الورس زبطنا هو العربة بتاعتنا عشان نبدأ عملية التشغيل وقادي حددت عرض الابر اللي انا هشتغل عليه وعملت عليه البداية اهو عن طريق المشت حطيت التقل وحامل التقل بتاعي وهبدأ احدد الابر اللي انا هنقلها زي ما احنا شايفين اهو حددنا تلات ابر ليه حددنا تلات ابر لان انا عم حدده في التصميم تلات معينات الابرة المكنا هي اتحركت العربة يمينا ويسارا اهو زي ما احنا شايفين علشان تنقل لي الغرز من على الابر اللي انا حددتها اهو بدأ السوق بيظهر اهو انا عندي تلات ابر عملت لهم عملية تنقيل نقلتهم ازاي عن طريق عربة التنقيل وبعد كده عربة المكينة بتاعتي العربة اللي بتحمل المكوك او المغزي بدأت تتحرك دورة عملت لي سطرين يعني معنى كلمة دورة يعني سطرين عملت لي سطرين فبدأ يظهر عندي السكوب زي ما احنا شايفين حددت دلوقتي الابرتين اللي من كل جانب علشان انا عايزة افتح المعين بتاعي اهو زي ما احنا شايفين بعد ما نقلت الابرة الاولانية حددت الابرتين من الجوانب علشان ابدأ اتحرك اهو حركت معايا نقلت الابر فعلا وحركت عربة المكينة وعملت الدورة بتاعتي اهو لو احنا شايفين بدأ يظهر عندي السكوبة اهي دي الغرزة المسقبة بتاعتي اللي هي غرزة الاجور طبعا احنا شايفين ان احنا بنقل الابرة ابرة لان احنا عندنا نوعين من الاجور اجور داية اللي هو بنقل الابرة واحدة والاجور الواسع اللي هو بنقل الابرتين طيب أنا عندي دلوقتي هو الأجور بتاعي اللي هو بنقل إبرة واحدة وكل مرة بحدد الإبر اللي هيتم تنقلها هو زي ما إحنا شايفين بدأت التلات معينات تظهر عندي لأن أنا محددة أن أنا عاملة تلات معينات عندي في عرض القمش بدأ يظهر عندي هو التلات معينات بالسقوط بتاعتهم وببدأ أحدد عدد الإبر اللي من الجوانب اللي هبدأ أنقلها أهو بدأ يظهر عندي كده زي ما بدأت بإبرة هلاقي نفسي التلات معينات لهم مع بعض بإبرة إبرة من النص من هنا وإبرة من النص التاني أو زي ما إحنا شايفين لأن أنا عاملت تصميم بتاعي على أن هم تلات معينات في عرض القمش تمام؟ ظهر قدامي هو ظهرت قدامي الغرزة المسقبة بتاعتي وظهر معايا التلات معينات اللي أنا محددة بدأت العربة هي دي عربة التنقيل نقلتلي الإبرة الأخيرة اللي هي تعتبر لحمالي التلات معينات في بعض وبعد كده عربة الماكينة بتاعتي بدأت تعمللي الدورة عشان تظهر لي بقية السقوب كده زي ما إحنا شايفين النص المعينات اللي من تحت اتفتحت زي ما إحنا شايفين المفروض علي هبدأ بعد كده الإبر اللي أنا كنت بفتح من الداخ خارج هبدأ أدخل للداخل عشان أقفل المعينات بتاعتي لو أنا بصيت كده هلاقي إن أنا المفروض هبدأ أقفل في المعينات بتاعتي اهو زي ما إحنا شايفين اهو لإن أنا حددت التلات معينات اتفتحه خلصه خلاص فبدأت أقفل وبرضو في الآخر هلاقي نفسي نهيد بنفس الإبر اللي أنا فتحت بيها في البداية خلص يبقى معنا كده إن الأجور بستخدمه لعمل تصميمات مختلفة الأشكال حسب ما أنا عايزة وحسب المساحة اللي أنا محدداها لو أنا عايز الأجور داية بستخدم نقل إبرة لو أنا عايز الأجور بتاعي يكون واسع بستخدم نقل إبرتين اهو دلوقتي أنا شايفة إن التلات معينات بدأوا يكتملوا عندي اهو اهو دلوقتي اهو التلات معينات قفل اهو وآخر إبرة عندي هي كانت الإبرة البداية اللي أنا بدأت بيها طبعا شغله منتظم جدا احنا شغلنا في التركيب دايما بيبقى بالمربع مزبوط جدا ومنتظم كده أنا خلاص خلصت التلات معينات بتوعي اهو وبدأت أشتغل قزة دورة وهبدأ أسيب عربة المكنة وطلع منها المكوك واتحرك بالعربة بدون مكوك عشان أبدأ أنزل القماشة بتاعتي اللي أنا عملتها اللي فيها التلات معينات بتوعي اللي أنا محدداهم من البداية على الورق المربعات محددا لهم عدد الإبر اللي أنا هفتحها محددا لهم عدد السطور اهي بص معي كويس هتلاقي القماشة هي ظهرت قدامي فيها التلات معينات بتوعي اللي أنا عملتهم اهو قدامي هم التلات معينات ظهروا قدامي بعد ما نزلت المكان طيب يبقى انا عندي كم نوع من الاجور وانا بتكلم كده قلت انا عندي كم نوع من الاجور عندي نوعين من الاجور عندي نوعين من الاجور اول نوع عندي اللي هو بنقل ابرة واحدة يبقى اول نوع عندي هو الاجور بنقل ابرة واحدة اللي هو بيطلق عليه اسم الاجور الديق اللي هو بيطلق عليه الاجور الديق طب احنا بنرسمه ايه غرزة الاجور سواء كان نقل ابرة واحدة او نقل ابرتين انا بشتغل بيها بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصوير طبعا واحنا اتفقنا وغرزة الاجور بتبقى على قماشة ايه نوع القماشة ايه جيرسي نوع القماشة جيرسي طيب ادي شكل الاسلوب التصويري لغرزة الاجور بنقل ابرة واحدة والاسلوب الرمزي ولازم في الاسلوب الرمزي احدد الابرة اللي انا هنقلها وكمان حد اتجاهها بالسهم هل هي هتكون الناحية اليمين او الناحية الشمال علشان ده هيختلف معي في طريقة الرسم احنا اتفقنا مادة التراكيب الاساس عندي مش نظري خالص جزء النظر بيبقى بسيط جدا وبنتراجعه قبل الامتحان بربع ساعة لكن الاساس عندي هو تدريب الايد بالرسم يبقى انا لازم في ورزة الاجور احدد الابرة اللي انا هنقلها واتجاهها هل هي ناحية اليمين ام ناحية الشمال ودي الاسلوب التصويري بتاعي رفضول كم ابرة هلاقيهم انهم عبارة عن 3 ابر 3 سطور لو انا بصيت كده وعدت اهو هلاقي دول قدامهم 1 2 3 ابر و3 سطور كل ابرة بتعمل لي عمود يبقى انا عندي الابرة بتعمل لي غرزة الغرزة فوقها غرزة بتعمل لي عمود من الغرز عندي النوع التاني من الاجور اللي هو الاجور بناء الابرتين اللي احنا قلنا علي ان هو بيبقى اجور اكثر اتساعا او الاجور الواسع زي ما بنقول عليه في الورش ده بيتم ازاي بنقل غرزتين مع بعض يعني ابريتين جنب بعض بيتم نقلهم بس طبعا لازم واحدة تكون في الاتجاه اليمين والتانية في الاتجاه الشمال علشان خاطر يزهر لي السجب بتاعي ده شكل الاسلوب الرمزي والتصوير بتاعي لغرزة الاجور بنقل ابريتين وبرضه زي ما اتفقت معاكم لازم نحدد عدد الابر اللي هتتنقل طيب ناخد بالنا بقى نعد مع بعض كده نقول دولكم ده كم ابرة دول اربع ابر في اربع سطور وحددت في الاسلوب الرمزي الابريتين اللي انا هيتم نقلهم لقوا بالسهم انهي ابرة هتبقى على اليمين وانهي ابرة هتبقى على الشمال طيب يبقى احنا عندنا بدأنا النص الاولاني هكذا كان غرزة الاجور طب النص التاني عندي بقى هنعمل الاول مراجعة على غرزة الاجور احنا اتفقنا ان احنا الجزء النظري عندنا بيبقى بسيط جدا فاحنا هناخد جزئية بس صغيرة هتبقى اكمل وممكن الاسئلة اللي احنا هناخدها اكمل دي نحولها صح وغلط ولو في اي استفسارات لكم تانية طبعا لازم تتابعونا على قناة اليوتيوب للتعليم الفني وتكتبوا لكم تكتبوا تعليقاتكم وي اسئلتكم طيب عندنا السؤال الاول بتاعي بيقول لي يوجد نوعين من الاجور طبعا احنا كلمنا واحنا بنشرح دلوقتي قلنا عندنا كم نوع من الاجور قلت عندي الاجور بنقل ابرة اللي هو الاجور الديق وقلت عندي الاجور بنقل ابريتين اللي هو الاجور الواسع عندي رقم اتنين يتم تنفيذ غرزة الاجور على نقط واحد من نقط عايزين نركز قوي واحنا بنحل لان الجزء النظري على قد ما هو صغير بيقى محتاج فيه متركيز السؤال الثالث يتم نقل الغرزتين لعمل صغبة اكثر نقط عايزين نحدد الكلمة النقصة انا هتديكم الاسئلة الاول وبعد كده نبدأ نحلها مع بعض السؤال الرابع بتاعي يقصد بالاجور عمل نقط بالقماش من خلال نقط معينة وتظهر هذه السكوب حسب نقط المصممة لو اخدتوا بالكو احنا كل حاجة وانا عملا اشرح عملا نعمل تصميمات محددة نعمل اشكال محددة عشان نبدأ عملية التنفيذ رقم خمسة يتكون السكوب بنتيجة نقط الغرزة السكوب عندي بيتكون نتيجة ايه الغرزة ويحاط من الجالب التركيب النسجي لو نفتكر كده احنا قلنا غرزة الاجور بتتم على تركيب نسجي ايه ها جهزنا الاجابات طيب نبدأ بقى كده نعرض مع بعض الاجابات ها عايزين نشوف من الشاطر بقى اللي جاوب نبدأ بقى كده مع بعض اول حاجة يوجد نعين من الاجور يوجد نعين من الاجور نقل ابرة ونقل ابريتين يبقى انا عندي نعين من الاجور نقل ابرة ونقل ابريتين حدي تاني يمكن يكتب لي نوعين الاجور الوسع والどي تمام? مزبوط صح ما فيش اي مشكلة احنا بنصحح واحنا فاهمين المادة وعارفين ان احنا ممكن الاجابة بقاليها اكتر من معنى يبقى السؤال التاني قلنا يتم تنفيذ الاجور على ايه احنا اتفقنا على ايه على وجه واحد من الماكينة يبقى انا عندي الماكينة دي انا ممكن اشغلها وجه واحد زي وماشي الجرسي عفوا ودايما الجرسي هي الوحيدة اللي بتبقى على وجه واحد وعندي بعد كده انا ممكن اشغل الوجهين ان انا اعمل دربي او خلايا نحل او اي نوع من انواع الاقمشة التانية هيبقى على الوجهين لكن الوجه الواحد هو اقمشة الجرسي عندي بعد كده يتم نقل الغرزتين لعمل ايه لعمل سقب اكثر التساعا لو انا عايزة اعمل سقب واسع فببدأ انقل بريتين جنب بعض وزي ما اتفقنا لازم تبقى واحدة على الجنب اليمين والتانية على الجنب الشمال عندي بعد كده رقم اربعة فاكرينه رقم اربعة سواء رقم اربعة فاكرينه يقصد بالاجور عمل سقوب بالاماش ما احنا اتفقنا الاجور احنا لسه شايفينه دلوقتي بنعمل بي ايه سقوب بالاماش يبقى يقصد بالاجور عمل سقوب بالاماش من خلال ايه انا لننسى عملين نعيد ونزيد بنعمل ايه تصميمات لعمل ايه تصميمات معينة وتذهب حسب ايه الاشكال المصممة يبقى انا محددة الشكل بتاعي عملاله التصميم وببدأ اعمل عملية التنفيذ عندي بعد كده رقم خمسة يتكون السقب نتيجة نقل ايه الغرزة ايوة ويحاط من الجانب احنا اتفقنا التركيب النسجي اقمشة ايه الجرسي يبقى القماش بتاعي عشان اعمل الاجور يبقى لازم ايكون القماش بتاعي جرسي يعني على وجه واحد طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا المنهج مقسوم لحكتين ايه هم الحكتين اللي عندي غرزة الاجور وعندي التعليق التعليق دوت في شكل حكتين عندي يا اما خلايا النحل يا اما التعليق بترتيب الابر الكعب الطويل والقصير على الماكينة المستطيلة النصف جكر يبقى انا عندي منهجي منقسم الى حكتين طبعا كله ده هنتبقه رسم لان احنا اتفقنا ان المادة اساسة هي الرسم طيب عندي بعد كده التركيب البنائية لغرز خلايا النحل غرز خلايا النحل خلايا النحل ده انا عندي منه نوعين ايه هم النوعين بيتوا اول حاجة خلايا النحل الصقير خلايا النحل الصقير طيب والنوع التاني طبيعي بدأم واحد صقيل يبقى اكيد التاني هيكون خفيف يبقى عندي النوع التاني خلايا النحل الخفيف طب ايه الفرق ما بين الاتنين يعني اما اجا اقول ده خفيف وده تقيل ايه الفرق ما بين الاتنين طبعا القماشة الخلايا النحل السقيل هيكون في عدد الابر اللي شغاله اكتر وبالتالي القماشة هتبقى اسقل اما الخفيف هيبقى على ترتيب الابر بتاعي اقل اللي شغال اقل وبالتالي هتكون القماشة اخف عايزين نعمل اتفاقية مع بعض سواء كان خلايا النحل الخفيف او خلايا النحل الصقيل اللي اتنين الواجه الخلف كله شغال اللي اتنين الواجه الخلف كله شغال طب وما للتأثير ده هيكون منين هيكون من ابر الواجه الامامي يبقى انا لما يبقى صقيل هشغل ترتيب الابر بتاعي ابرة تعمل وابرة لا تعمل اما الخفيفي هخليه اخف يعني هقلل في عدد الابر فهتكون ابرة تعمل وثلاثة تعمل او العكس ابرة تعمل وخمس ابر لا تعمل طيب هنبدأ اول حاجة عندي بخلايا النحل الصقيل. خلايا النحل الصقيل بتاعي احنا اتفقنا ترتيب الابر بتاعي قديب الابر الخلفي كله شغال. قديب الابر الخلفي شغال. طب وقديب الابر الامامي. قديب الابر الامامي هيكون ابرة وابرة. يعني ايه ابرة وابرة? معنى كلمة ابرة وابرة معناها ايه? وانت في سنة تانية كده لازم تبقي فاهمة. معنى ابرة وابرة معناها ان ابرة تعمل وابرة لا تعمل. إبرة تعمل وإبرة لا تعمل ده بالنسبة لي ترتيب إبر الوجه الأمامي يبقى أول حاجة خلايا النحل السقيل ترتيب الإبر بتاعنا الوجه الخلفي جميع الإبر تعمل أما الوجه الأمامي إبرة تعمل وإبرة لا تعمل أو إبرة وإبر ده كان خلايا النحل السقيل لو أنا بصيت هنا هلاقي ده شكل ترتيب الإبر قدامي هو ترتيب الإبر أمنون لهو الوجه الخلف كله شغال أما الوجه الأمامي إبرة تعمل وإبرة لا تعمل النقطة دي معناها إبرة لا تعمل طيب عايزين نعرف إيه هو ترتيب السطور بتاعي إحنا عندنا ده شكل خلايا إن نحن السقيل أسلوب رمزي وأسلوب تصويري زي ما أنا شايفة هتلاقوا نركض شوية في الأسلوب الرمزي هلاقي إن إبرة الوجه هحصل لها عملية تعليق في الأسلوب الرمزي النقطة دي معناها إيه ورزق معلقة يبقى أنا عملت تعليق أكم مرة أربع سطور لو أنا بصيت في الأسلوب الرمزي كده وركزت هلاقي إن التعليق عندي أربع سطور للوجه الأمامي وبعد كده عملت عملية تصريف سطرين يبقى أنا أول حاجة عملت أربع سطور تعليق على إيه بر الوجه الأمامي وبعد كده عملت سطرين تصريف بعد سطرين التصريف دول عملت سن عريجة السن عريجة دي حركت للإيه بر حركت الإيه بر عملتها زي ما احنا شايفين كده في الأسلوب التصويري وبعد كده بعمل أربع سطور تاني تعليق على إبر الواجه الأمامي وبعد كده أعمل سطرين تصريف وبعد كده برجع العريجة وهكذا ده شكل الأسلوب الرمزي والتصويري لغرزة خلايا النحل السقيل طيب من الكلام اللي أنا قلته ده تقدروا بقى تطلعوا لي إيه هو ترتيب السطور بتاعي لغرزة خلايا النحل السقيل تمام أيوة يبقى غرزة خلايا النحل السقيل أول حاجة بنعمل إيه أربع سطر تعليق على إبر الواجه الأمامي أربع سطر تعليق على إبر الواجه الأمامي طيب في الوقت ده الواجه الخلف أخبره إيه لا الواجه الخلف شغال تمام ما فيش أي مشكلة عليه طيب وبعد كده بعمل إيه اتنين سطر تصريف يبقى أنا علقت يعني معنا كده الإبرة لقطت خيط وفضلت محتفظة بالخيط اللي بعد واللي بعد واللي بعد احتفظت أربع سطور وبعد كده صرفتهم مرة واحدة وعملنا سطرين تصريف دي كان جزء من خلايا النحل طب وبعد كده بنعمل ايه بعمل سن عريجة معنى ان انا عملت سن عريجة يعني حرقت قديب الابر الخلف بتاعي بمقدار سن تمام عندي بعد كده عملت اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامام يبقى تاني بعمل اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي وبعد كده سطرين تصريف وببدأ ارجع تاني العريجة زي ما كانت تمام طيب احنا زي ما قلنا عندنا خلايا النحل السقيل عندنا كمان خلايا النحل الخفيف خلايا النحل الخفيف بتاعي ده هاي يبقى مختلف اه طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي ابر الوجه الخلف كلها شغالة ما فيهاش اي كلام طب امال الشغل كله في مين في ابر الوجه الامامي يبقى انا عندي في خلايا النحل الخفيف هبدأ اقلل في الابر الشغالة فعملت ايه عملت ابر شغالة وتلات ابر مش شغالين يبقى انا عندي خلايا النحل الخفيف بتاعي اول حاجة ترتيب الابر بتاعي وجه الخلفي جميع الابر تعمل اما الوجه الامامي ابرة تعمل وسلاس ابر لا تعمل لأ ده في نوع تاني من خلايا النحل الخفيف بتبقى ابرة تعمل وخمس ابر لا تعمل طيب طيب نشوف بقى ليه الاسلوب الوصفي التاعي اللي هو طريق التكوين الغرزة الغرزة بتتكون ازاي عندي اول حاجة برضو اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي وبعدها اتنين سطر تصريف اتنين سطر تصريف يبقى انا عملت تعليق على ابر الوجه الامامي اربع سطور وبعد كده صرفت سطرين بس هنا بقى انا مش هعمل سنة واحدة ده انا هعمل سنتين عريجة يبقى انا كده غيرت في شكل الورز عملت سنتين عريجة يعني حركت الابرة بمقدار بريتين عملت سنتين عريجة وبعد كده رجعت تاني عملت تعالي أربع سطور على قبر الوجه الأمامي وبعد كده سطرين تصريف ورجعت العريجة ده شكل الشكل بتاعي هو قدامي لغرزة خلايا النحل الخفيفة ده الأسلوب الرمزي بتاعي والأسلوب الخرائطي والأسلوب التصوير كل ده طبعا لازم نرسمه بأيدينا لأننا بيجيلي في الامتحان ويقول لي ارسمي خلايا النحل الخفيف أو الساقير ويحددلي أو يجيب لي أسلوب رمزي ويقول لي استنتجي بقية الأسلوب يبقى أنا لازم كل الغرز دي أبقى مرانا أدية عليها بالرسم عندي بعد كده هنراجع بقى الجزء النظري بتاعنا اللي على خلايا النحل بتاعي أهو أول جزء طبعا احنا اتفقنا أن الأسلوب بتاعتنا بتبقى أكمل أو صح وغلط لأنها بتبقى بسيطة بتاعتي أهو أكمل ما يأتي بكلمة مناسبة أول سطر عندي أول سؤال غرزة خلايا النحل يتم فيها تقسيم الإبر نقط الأمامي يبقى احنا بنعمل تقسيم لإبر مين الأمامي بينما الوجه نقط تعمل به جميع نقط كل الإجابات دي هتلاقيها في وسط الشرح وانا شغالة يعني الجزء اللي انا شرحته كله هو اللي احنا هنلاقي منه الجزء الأكمل بتاعه عشان كده بقولك دايما الجزء النظري سهل وبسيط ومحتاج تركيز وفاهم طيب عندي بعد كده غرزة خلايا النحل الصقيل بترتب بترتب إيه للوجه الأمامي عايز يعرف الترتيب بتاعها للوجه الأمامي إبرة تعمل ونقط لا تعمل ونقط لا تعمل طيب السؤال الثالث عند إنتاج خلايا النحل الخفيف يتم تغطيس تغطيس إيه لإيه للتعليق على إبر الوجه نقط عدد نقط من السطور هنحدد هنا عدد النقط بتاعت السطور بتاعت طبعا كلها أسئلة سهلة جدا ومش محتاجة أي حفز معي طيب عندي السؤال اللي بعد كده يوجد نوعين من خلايا النحل نقط ونقط طيب وإحنا عملين نعيد ونزيد فيها كل شوية عملين نقول عندنا نوعين من خلايا النحل خلايا النحل الخفيف وخلايا النحل السقيل طيب عندي السؤال رقم خمسة عند تنفيذ خلايا النحل الخفيف بترتيب إبر واحدة تعمل وسلاسة لا تعمل يتم عمل نقط عريق نفتكر كده مع بعضك كنا بنعمل سنة ولا سنتين في خلايا النحل الخفيف خزيبالك لأن انت لو كتبت حاجة مختلفة طبعا السؤال كله ضع منك يبقى لازم نركز أو في الإجابة طيب السؤال اللي بعد كده يقصد بالتعليق معنى كلمة تعليق أنه ترتفع نقط لتأخذ نقط أو أكثر بدون نقط معنى كلمة تعليق نفتكر كده احنا شفناه بعينينا الإبرة ما بتجي تعمل تعليق إيه اللي بيحصل وشرحناها وقلنا إيه اللي بيحصل طيب رقم سبعة أنسجة الولت الولت دي اللي هي الغرزة العيمة أنسجة الولت نقط ترتفع فيها الإبر أصلا كما في حالة أقمشة نقط طيب نشوف بقى مع بعض الإجابات عايزين بقى نشوف كده الشباب الشطرة اللي حلت وتراجع الإجابات معايا السؤال الأولاني كان بيقول لي غرزة خلايا النحل يتم فيها تأسيم لإبر الوجه الأمامي لإبر الوجه الأمامي بينما الوجه الخلفي بتعمل به جميع الإبر إحنا اتفقنا أن الإبر الوجه الأمامي هي اللي بيبقى فيها التأسيم لكن الوجه الخلفي جميع الإبر تعمل طيب السؤال الثاني خلايا النحل السقيل بترتب إبر الوجه الأمامي إيه؟ إبرة وإيه؟ وإبرة أو إبرة تعمل وإبرة لا تعمل إبرة تعمل وإبرة لا تعمل ده بالنسبة للوجه الأمامي طيب السؤال الثالث عند انتاج خلايا النحل الخفيف يتم تغطيس ايه يتم تغطيس السرة كامت السرة احنا عارفين طبعا احنا عندنا كزا نوع من انواع الكمات عندنا كامات صعود اللي بترفع للقبر وكمات هبوط اللي بتنزل للقبر وبتحدد لي طول الغرزة عندي كمان كامة اسمها كامت السرة اللي هي بيطلق عليها اسم كامت الوسط وكمت السرة دي هي اللي بتعمل لي عملية التعليل لان ليها مجموعة من الحركات طيب هي بيطلق لي على ابر الواجه الامامي كم سطر اربع سطور بتعمل تعليق على ابر الواجه الامامي لمدة اربع سطور تمام عندي بعد كده تكملت الاسئلة يوجد نوعين من خلايا النحل احنا اتفقنا عملين نقول خلايا نحل ايه و ايه خلايا النحل الخفيف ايه تمام وخلايا النحل الصقير طيب عندي بعد كده عند تنفيذ خلايا النحل الخفيف بترتيب ابر واحدة تعمل وسلاس ابر لا تعمل بنعمل كم سنة عريجة سنتين عريجة بنعمل سنتين عريجة طبعا سنتين عريجة ده ترتب عليه حركة الابرة او حركة الابرتين مع قضيب الابر الخلفي عندي بعد كده السؤال رقم ستة يقصد بالتعليق ان ترتفع الابر لتأخذ ايه خيط او اقصر بدون التصريف يبقى بتطلع الابرة لمستوى يسمح لها انها طلقت خيط ولكن لا تصرف الغرزة القديمة بتفضل محتفظة بالغرزة القديمة لمدة سطر اتنين تلاتة اربعة اي عدد سطور انا عايزة للتعليق وبعد كده بيتم عملية التصريف عندي بعد كده رقم سبعة انسيجة الولد احنا شفناها بعنينا انسيجة الولد ايه الابرة لا ترتفع اصلا الابرة لا ترتفع اصلا كما في حالة اقمشة الكتلي يبقى احنا كده خدنا الجزء النظري بتاعي لأقمشة الجرسين ويقولنا ان احنا ممكن نعمل عليها تصميمات معينة زي غرزة الاجور بنقل ابرة واحدة او بنقل ابرتين وده بيبقى عبارة عن الاجور النقل ابرة واحدة بيبقى غرزة واسعة غرزة ضيقة اما الاجور النقل ابرتين بيبقى غرزة واسعة بتاعي طيب وخدنا خلايا النحل وقلنا ان انا عندي نوعين من خلايا النحل خلايا النحل الخفيف والخلايا النحل السقي طب احنا خدنا جوز النظر انا عندي اهم حاجة دلوقتي هو جوز الرسم انا هرسم ازاي او سؤال الرسم بيجيلي ازاي لو انا بصيت كده شكل اسئلة الرسم ممكن تيجي معايا ازاي اهي دي كده مراجعة على الرسم بتاعي واول سؤال عندي بيقول لي ارسم غرزة الاجور ارسم غرزة الاجور بنقل ابرة ونقل ابرتين يبقى هو هنا حدد لي ان انا عايز غرزة الاجور بنقل ابرة وبنقل ابرتين بس بانهي اسلوب باسلوب الرمزي والاسلوب التصوير بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري ده طبعا هنرسمه مع بعض دلوقتي عندي بعد كده جايب لي هنا اسلوب رمزي زي ما احنا شايفين اهو قدامي ده اسلوب رمزي احنا ما نشعارفين ده ايه يعني ممكن سؤال يجيلي في الامتحان يجيلي كده اسلوب رمزي ويسكت ويقول لي ايه تكملت السؤال بقى بتاعي امامك اسلوب رمزي يبقى هو حدد لي اسلوب رمزي وسابه وما قالش عنه غير ايه هنشوف بقى قال عليه ايه امامك اسلوب رمزي المطلوب المطلوب ايه اسم الغرزة يبقى انا لازم اقول له دلوقتي الاول الاسلوب الرمزي اللي قدامي ده لغرزة اسمها ايه وكمان ارسم الخرائطي والتصويري بتاعها يعني هو دلوقتي محدد له اسلوب رمزي وايه اللي يقولي الاول اسم الغرزة يبقى اسم الغرزة ده علي درجة يبقى انا هقولي الاول اسم الغرزة نبصت كده للاسلوب الرمزي بتاعي هلاقيه تعاليه اربع سطور وسن عرجة واحدة يبقى ايه خلايا النحل الايه خلايا النحل الصقل وعايزني بعد كده اكمل وارسم الاسلوب الخرائطي والاسلوب التصويري هارسم الاسلوب الخرائطي والاسلوب التصويري بتاعي يبقى انا دلوقتي ده كده كان سؤال رسم طيب عندي ممكن يجيلي سؤال تاني احنا عندنا ترتيب الابر كعب الطويل وكعب القصير وبرضه بنعمله عملية تعليق يجي يقولي ارسم الاسلوب الرمزي والخرائطي والتصويري يعني عايزة تلات اسليب بس مديني هنا بقى ترتيب مديني ايه ترتيب ايه ابر الواجه الخلفي بتعمل كلها كعب طويل يبقى انا عندي الخلف كله شغال ابر كعب طويل طب وبالنسبة للواجه الامامي بيقولي ابرة كعب طويل يليها ابرة كعب قصير ابرة كعب طويل يليها ابرة كعب قصير طبعا احنا اخدنا المقنة المستطيلة لناس في جكر وقلنا ان احنا بنستخدم فيها نوعين من الابر ابر كعب طويل وابر كعب قصير طيب ده كان سؤال طب ايه هو بقى ترتيب السطور يعني هو قال لي ترتيب الابر فين ترتيب السطور بتاعتي ترتيب السطور ايه بيقولي اتنين سطر تصريف لكل الابر يبقى عايز الابر كلها سطرين تصريف كل الابر طلقوا تخطوا تصرف طيب والتانية اتنين سطر تعليق لابر الواجه الامامي بس انا هي نوع من الابر انا منهاجي بيقول التعليق على ابر الكعب القصير يبقى انا هعمل عملية تعليق على ابر الكعب القصير واحنا قالين ابر الكعب القصير في ترتبنا موجودة فين في الواجه الامامي تمام واخر حاجة هنعمل سطر تصريف لكل الابر سطر تصريف لكل الابر عايزين نبدأ بقى مع بعض وينحل الرسم بتاعي اهو ده قدامي غرزة الاجور بنقل ابرة زي ما انا شايف اهو وطالب مني او كان اول سؤال ان انا ارسب الاسلوب الرمزي والتصوير بتاعي بحدد اهو الاسلوب الرمزي بتاعي اهو على رمز او لان دي غرزة ضر اهو ده غرزة الاجور بنقل ابرة حددت الاسلوب الرمزي بتاعي على 3 ابر و 3 سطور وهحدد كمان الابرة ما انا لازم احدد الابرة اللي انا هنقلها يبقى انا هعمل السهم كده يبقى ده معنى ايه معنى ان انا هنقل الابرة اللي في النص دي على الابرة لنحية اليمين يبقى انا بحددها ان انا هنقلها نحية اليمين طيب هاجي هنا بقى عايزة اعمل الاسلوب التصويري التاح اول حاجة عندي بحدد نقط على مسافات متساوية كده بحدد النقط بتاعتي على مسافات متساوية ممكن اعمل اربع مربعات عرضه اربع مربعات طول ممكن اعمل اربع مربعات عرضه تلاتة طول بحدد زي ما انا عايز اهم حاجة ان النسب تكون متساوية عشان تطلع للغرزة مظبوطة طيب اول سطر عندي كل غرزة الظهر زي ما احنا شايفين كل او فباجي هنا اعمل تلات ابرة هو دي الابرة رقم واحد ودي الابرة رقم اتنين دي الابرة رقم تلات هعملها غرزة ظهر طيب التانية اهي دي غرزة الظهر اهي شغلة وقادي غرزة الظهر التالتة واللي في النص دي هي اللي انا هنقلها فطبعا مش هرسمها لان انا هنقل الغرزة بتاعت طيب وعندي بعد كده فوق تلات غرز ضهر تصريف اهم تلات غرز ضهر تصريف طب انا عايزة اعرف بقا هنقل ازاي انا حددت دلوقتي بالسهم ده نحية اليمين يعني انا هنقل الابرة نحية اليمين فهعمل ايه هاجي هنا على نحية اليمين بابدأ احط الراس التانية اهي لان انا بنقل الراس وبنقل الساقين بتوعي وبنقل القدمين بتوعي اهو باجي كده اهو بنقل القدمين بتوعي يبقى انا كده نقلت الابرة بتاعتي نحية اليمين طب انا لازم اكمل باية توصيلات الاقدام بتاعتي اهي يبقى انا رسمت دلوقتي اهو غرزة الاجور بنقل الابرة واحدة بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري هو جي قال لي ارسمي قال لي ارسمي غرزة الاجور وطبعا لازم عشان ارسم غرزة الاجور لازم احدد الابرة اللي انا هنقلها لازم اخد بالي من النقطة دي كويس ان انا بحدد الابرة اللي انا بنقلها حددت فعلا الابرة اللي في النصة هي نقلتها على اليمين وبعد كده بدأت ارسم هنا 3 غرز ده لتصريف طبعا غرزة الدهر عبارة عن انصاف دوير وبعد كده نقلت الابرة اللي في النصة هي نقلت الراس بتاعتها نقلت الساقين ويزبطت القدمين بتوعي وبقت بالشكل ده كده يبقى انا كده عملت او رسمت غرزة الاجور بنقل ابرة واحدة غرزة الاجور بنقل ابرة واحدة طيب في السؤال بتاعي كان طالب رسم الاجور بنقل ابرة واحدة ونقل ابرتين اهو انا هنا برضو هنقل الابرتين بس برضو لازم اعمل الاسلوب الرمزي اهو احنا متفقين ان كل الاجور بيتم على قماشة جرسية قماشة جرسية يعني على الظهر بتاعي بتاع المكنة بتبقى غرزة او او غرزة ضهر لان الرمز لغرزة الظهر هو الاو يبقى انا عندي رمز الواجه اكس رمز الظهر او والغرزة المعلقة بتبقى نقطة نقطة كده بتبقى هي الغرزة المعلقة طب والعيمة بعملها مربع فاضي بسيبها فاضية كده يبقى دي كده العيمة يبقى دي كانت الرموز بتاعتي يبقى الاكس كان الاسلوب الرمزي لغرزة الوجه الاو الاسلوب الرمزي لغرزة الظهر والنقطة اسلوب رمزي للغرزة المعلقة والمربع الفاضي اسلوب رمزي لغرزة عين تمام انا هنا لازم احدد الابرة اللي انا هنقلها لازم اشوف انهي ابر هنقلها تمام انا هنا حددتي مثلا اهو عملت حددت الابرة هي هنقلها على اليمين عملت السهمة بتاعها هي ان انا هنقلها على اليمين والابرة هنا هنقلها على الشمال يبقى انا حددت الابريتين اللي انا هعملهم عشان اعمل سوق باكسر اتساعا لعمل سوق باكسر اتساعا عملت السطر الاولاني اهو بعد طبعا ما عملت النقط بتاعتي على المسافات المتساوية عملت السطر الاولاني اهو عبارة عن غرز الضهر زي ما احنا شايفين وبعد كده السطر التاني برضو غرز الضهر شغالة جيت بقى هنا اللي انا هنقلها عند الابريتين اللي انا هنقلهم الابرة دي انا نقلتها على اليمين اهو. ادي الراس بتاعتها هي نقلتها على اليمين. والابرة التانية انا نقلتها على الشمال. يبقى ادي الراس بتاعتها على الشمال. وبعد كده عملت ايه كمان? لا ده انا نقلت كمان القدمين والساقين. اهو. اهو هدينا هنقل اهو. الساقين بتوعها. اهو. نقلت الساقين بتوعي. اهو. ادي الساق الاولاني للابرة الاولانية. وادي التاني للابرة التانية اهو. يبقى انا نقلت كده. الغرزتين اهو. لا فاضل لسه ان انا اعمل الراس اللي فوق. طبعا لان ده سجب واحد. فهتبقى بالشكل ده. عشان سجب اكثر اتساعا. اهي. وبوصل القدمين بتوعي. اهو. يبقى انا كده عملت غرزة الاجور بنقل ابرتين. حددت الابرة هي النحيا دي هتتنقل على اليمين. والابرة النحيا دي هتتنقل على الشمال بالشكل ده كده. وعملت التوصيلات بتاعتي. وناخد بالنا قوي. ان دايما وانا بستخدم اللي لهم تكون القلم تخين. صمكه تقيل. علشان خاطر انا بشتغل بخيط. فالخيط لازم يبقى ليه صمك. يعني ما ينفعش قلم جاف عادي ارسم به. لا لازم يكون قلم له صمك. عشان الخط بتاع بيبقى له صمك. طيب ده كان السؤال الاولاني. لو انتو تفتكروا. قال لي ارسمي غرزة الاجور بنقل ابرة وبنقل ابرتين بالاسلوب الرمزي والتصويري. التصويري. وانا كده عملت اللي اتنين فعلا زي ما هو ما طلب. طيب. كان السؤال التالت بقى. كان عايزني ارسم خلايا النحل السقير. كان مديني اسلوب رمزي. وقايل لي هو اسلوب ايه? فانا قلت له خلايا النحل السقير. طلب مني ان انا ارسم بقية الاسلوب بتاعته. رمزي وخرائتي وتصويري. طيب. انا عندي دلوقتي. دلوقتي ده الاسلوب. الرمزي بتاعي هو. اللي انا ارسمته. بعد كده ببدأ ارسم خط سير الخيط بتاعي اهو. طبعا انا بعمل تعليق. لمدة اربع سطورة اهو. تعليق على ابر الوجه الامامي. اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي. وبعد كده عملت ايه? عملت تصريف اتنين اهو. اهو قدامي اهو تصريف. وبعد ما عملت الاتنين تصريف عملت اتنين سن عريجة. السن عريجة بتاعتي اهي. عملت السن عريجة فحرقتلي الابر بتاعتي. وهعمل اربع سطور تعليق تاني اهو. على مين? على ابر الوجه الامامي. انا عملت واحد اتنين. يبقى هعمل ادي التالت. و ادي الرابع. وبعد كده بعمل اتنين سطر تصريف. اهو. يبقى انا كده رسمت الاسلوب الخرائصي بتاعي. اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي. اتنين سطر تصريف. وبعد كده عملت سن عريجة. بص لما عملت سن العريجة لابرة اتحركت ازاي? بدل ما كنت بابدأ بالابرة الشغالة بدأت بالابرة الغير شغالة. عملت اربع سطور تعليق وبعد كده اتنين تصريف. طيب. عايزين بقى نشوف الاسلوب التصريف بتاعنا اهو. هيترسم ازاي? عندي اربع سطور تعليق اهو. على ابر الوجه الامامي. وبعد كده بعمل اتنين سطر تصريف اهو. وبعد كده عملت السن العريجة. فالابرة بقت موجودة عندي اهو. هعمل عليها اربع سطور تعليق اهو. النقطة دي معناها تعليق. واتنين سطر تصريف. لو انا جيت رسمت الاسلوب الرمزي بتاعي هو كان كده كده من دهوني في السؤال. طيب عايزة اوصل بقى بتاعي اهو. هنزل كده. ليه نزلت كده? لان ده تعليق يعني الابرة بتطلع. طلقت خيط ولكن ما بتصرفش الغرزة القديمة اهو. بوصل دي عادي اهي لان دي تصريف عادي. طب دي بقى راحت فين? التعليق دي راحت فين? ودي راحت فين? ودي راحت فين? اه دي احنا قلنا تعليق لمدة كم سطر? لمدة اربع سطور. فهتطلع كده. اهي. تلعت بالشكل ده كده. تلعت لي اربع سطور. اهي? وهتلف فوق الغرزة طبعا بتاعتي. اهي? وهتنزل من ناحية التانية عشان تصرف. تمام كده? وطبعا بوصل كده. وبوصل دي بدي. وي. وبعد كده بكمل الجزء اللي فوق وبعمل السنة العريجة بتاعتي. اهو. واهم حاجة لازم اوصل طبعا كل الغرز دي اوصلها. وباجي هنا بعمل السنة العريجة بتاعتي. دي اهم حاجة عندي اظهرها. هي السنة العريجة اهي. طبعا ده كله لازم يتوصل معايا. بالشكل ده كده. طبعا دي برضو لازم هتعلق فوقها الاربع سطور. اهو. وبكمل وبلف الدايرة تاني. عليها بنزلها تاني اهو. وبكده انا خلاص رسمت غرزة خلايا النحل السقيل. وطبعا خلايا النحل الخفيف زيها بالزبط. ما فيش اي مشكلة بالنسبة لها. اتمنى ان انتو تكونوا استمتعتوا معي. اتمنى ان انا اشوفكو في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة